موسيقى الحصاد يأتيكم من قناة الغد هنا في القاهرة أهلا بكم وبدأتوا بالملفات والعنوين تركيا تتوعد شمالي سوريا بمزيد من الضرابات وترفض دعوة وقف القتال اتفاق بين وزراء طاقة الأوروبيين على إجراءة مشتركة لإشراء الغاز وحسم سقف الأسعار الشهر المقبل ترحيب دولي بالقرار الأممي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران إلى تفاصيل أهلا بكم قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار مع نظيرها روسي سيرجي شويغو إن أنقرة سوف تواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمالي سوريا أضف خلوسي أكار أن تركيا هدفها هو الضرء ما وصفها هو بالتهديدات الإرهابية من شمالي سوريا بشكل دائم قطعيا مشيرة إلى أهمية الالتزام بكل الاتفاقيات الفائتة السابقة بشأن هذا الملف ضربات تركية تستهدف منشآت نفطية بشمال سوريا تسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين كما أسفر قصف تركي استهدف مواقع حماية مخيم الهول في شمال شرقي سوريا عن مقتل عدد من المقاتلين الأكراد الأمر الذي استدعى الولايات المتحدة لإدانة الضربات التركية بشدة وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أكد لنظيره الروسي سيرغي شويغو أن أنقرة ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمالي سوريا وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن أكار أبلغ نظيره الروسي أن أولوية تركيا هي درء ما وصفها بالتهديدات الإرهابية من شمال سوريا بشكل دائم وأطلقت تركيا مؤخرا في إطار ما تسميه عملية مخلب السيف سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا وتحمل أنقرة الطرفين رغم نفيهما مسؤولية تفجير اسطنبول الأخير الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحه وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكساندر لافرنتييف قد حث تركيا على الامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق في سوريا معتبرا أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف كاشفا عن استعداد موسكو لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على أعلى مستوى ورغم مساعي التهدئة توعد الرئيس التركي رجب طيب أردغان بتوسيع العملية العسكرية وقال أن أنقرة ستتوغل بريا في سوريا بالوقت الذي تراه مناسبا وحدد أهدافه الرئيسية متحدثا عن التحرك نحو مناطق ترفعة ومنبج وعين العرب بهدف تأمين حدود تركيا الجنوبية عبر إقامة منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلو متر وهو ما ترفضه الحكومة السورية وتعتبره انتهاكا لسيادة أراضيها نضم إلينا عبر خدمة اسكاوب ضيفنا من دمشق الدكتور أسامة ضنورة الكاتب والباحث في العلوم السياسية أهلين بك دكتور أسامة على شاشتنا الغداء المسؤول التركي أهلين سيدي أبلغ الروس أن الأمور قد هنا تشككية دكتور أسامة تنزلق تتطور تزداد إلى عملية برية دمشق هل هي مستعدة للأمر أم غير معنية أصلا لا طبعا لا يمكن إلا أن تكون معنية بالنهاية هذا احتلال تركي وعدوان على الأراضي السورية ومن المؤكد أن هذا الأمر قد يتدحرج إلى ما يضر بالأمن القومي التركي أساسا ولذلك هذه المقاربة التركية إذا كان الأتراك يعتبرون أن بإمكانهم أن يضمنوا أمنهم الذاتي أو أمن حدودهم أو أمن الداخل التركي بدون أن يكون هناك معيار للأمن الجماعي فهذا استمرار هروب للأمام واستمرار في خطأ التركي المتراكم على مدى عقد ونيف من الزمان طيب ما هو البديل يا دكتور أساسا؟ يعني وجهات النظر التركية هي الضرء ما وصفوهم هم بالجماعات المسلحة الجماعات الإرهابية الجماعات الإجرامية في شمالي سوريا والعراق ليست سوريا وحدها يعني والعراق أيضا لكن الفترة المضادة هنا هي يا دكتور أساسا سيدي الكريم كيف كان الوضع قبل عام 2011 قبل أن تتورت تركيا بالنسبة لربما 80% بالأضرار بالأمن الداخلي السوري ودعم المجموعات الإرهابية إذا استعيد المشهد ما قبل عام 2011 كانت قوات الجيش العربي السوري تضمن على مسؤوليتها الكامل لأمن الحدود كان هناك تنفيذ لاتفاق أضنى بشكل كامل من الطرفين قبل أن تخرقه عملية تركية بإرسال المجموعات الإرهابية ودعم المجموعات الإرهابية وهذا الاتهام طبعا ليس بحاجة إلى كثير من الشرح لأنه بات بحكم المؤكد لدى جميع الأطراف فإذا إذا لم تتراجع تركيا عن استعادة الأمن أن تعتبر أن أمنها هو من أمن سوريا أن تكون مقاربة جزئية تقوم على التوغل دون تفكيك المجموعات الإرهابية ودون القيام بحصتها من ما توقع عليه وتوافق عليه دائما في بيانات أستانا الختامية وفي محدثاتها مع الروس وسواها وأيضا الالتزام بالنهاية بقرارات مجلس الأمن فهذه مقاربة منقوصة وهنا قد يكون الأمر مرحليا بهدف تحقيق نقاط انتخابية لأردوغان سابقا أردوغان والعدالة والتنمية كانوا يحققون نقاط انتخابية عندما يقوموا بشن عدوان على سوريا ولكن بشكل مستمر يرتد هذا الأمر لكي يكون مشكلة أعمى في مستقبل قريب من الزمن طيب يا دكتور أسامة أصدقنا القول رجاء يا دكتور أولا مسألة القصف على شمالية سوريا أو أي شبر من سوريا هو اعتداء على الدولة السورية ليس كذلك على شبر واحد من الأرض وليس باستمرار عملية الهجمات والقصف طيب الرد السوري هنا فقط عبر التصريحات يعني تركيا تقوم بالهجمات سوريا ترد بالتصريحات هذه أول نقطة بالتور سيدي الكريم لا يوجد أي عاقل لديه الحد الأدنى من الحس السليم في الحسابات الاستراتيجية والعسكرية يعتقد بأن سوريا في وضعها الراهن تستطيع أن تفتح جبهة وقتال وحرب متناظرة مع الجانب التركي إذا ما هو السقف؟ خاصة هناك أعتداءات إسرائيلية دائمة السقف يعني ماذا تعني بالتحديد؟ يعني سقف الرد السوري يعني إذا كان الظرف الراهن لا يتوجب من خلاله في الهجمات والهجمات المضاد فسقف الرد هنا فقط يأتي عبر بوابة التصريحات أم ربما المناشدة الأممية الدولية دكتور أسامة ربما يعني الحقيقة يعني هناك خلال في هذه المعادلة هو غياب التضامن العربي هذا واضح وحتى غياب التنسيق الكامل ما بين سوريا والعراق كان من شأنها أن يحدث قوة في الموقف تجاه تركيا التي تسيئ إلى الأمن القومي أو الوطن لكل من البلدين حتى على صعيد ما يتعلق بالمياه ولكن طبعا هناك خيارات المقاومة سوف يكون خيارا متاحا وهو متاح وفق معايير الشرعية الدولية مقاومة من قوات الكردية أم من الجيش السوري لا المقاومة طبعا من قبل الجيش السوري ومن يدعمهم الجيش السوري أن تخاض حرب لا متناظرة وأيضا مهاجمة التشكيلات الإرهابية المدعومة تركيا هي خيار مقابل لأن هذا لا يختضي لا يفترض أن يختضي صداما مباشرا مع الأتراك وإلا اعترف الأتراك بشكل مباشر بدفاعه معانا للإرهاب ما الذي تقصده دكتور بالتضامن العربي هل التضامن لفتح ملف تفاوض مع الجانب التركي أم تقصد الوضع الميداني طبعا الحقيقة يعني طبيعة الظرف العربي لا ينتظر فيه يعني وجود تضامن بشكل ميداني ولكن التضامن السياسي اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات التركية المتكررة أن يكون هناك على مستوى الدول العربية التي تمثل تقليديا وتاريخيا عمق استراتيجي لبعضها بعضا هذا سوف يحدث ثرقا بكل تأكيد وهذا من شأنه أن يعني يخلق مزيد من الأبواب في وجه التدخل التركي الذي لم ينتهي تماما في شؤون دول العربية هو تراجع إلى حد بعيد هناك تحسن في الأجواء مع دول الخليج العربية هناك تحسن في الأجواء مع مصر ولكن هذا من شأنه طبعا أن يختتم حقبة الربيع العربي الدموي الذي أساء إلى الأمن الوطني لكل الدول العربية تقليلا طيب يا دكتور إسامة دمشق منذ قرابة اليومين تقريبا يعني منذ يومين قصفت مقر للقوات التركية في ريف حلب اليوم تركيا قامت بقصف المحطة في منطقة الحسكة ليس كذلك هل نحن هنا أمام قصف وقصف مضاد أم ربما دمشق له رأي آخر في المتابعة هنا طبعا بكل تأكيد الظرف الميداني سوف يحدث اشتباكات واحتكاكات لا يمكن أن يتخيل التركي بأنه سوف يدخل إلى نزهة سوف يتعرض لخسائر ولربما سوف يتحول المشهد إلى حرب استنزاف حتى تضر العدالة والتنمية أردوغان حتى انتخابيا فضلا عن نساءته على الأمن القومي التركي وهم يقولون أنهم يسعون لأن لا تكون سوريا خاصرة رخوة لتركيا هذا كلام دولة بيتشالي الشريك الأساس لأردوغان في حزب الحركة القومية طبعا إذا تمدد الأتراك نفذوا تهديداتهم بعملية عسكرية وكان هناك من العمق والشد ما هو أكثر من المتوقع ربما كان هناك توغل واسع عن نطاق فمن المؤكد أن التركي سوف لن يكون مسرورا بنتائج هذا الأمر سوف يكون هناك خسائر كبيرة سوف يكون هناك مشهد استنزاف وسوف يكون هناك منعكسات دولية بما في ذلك منعكسات على العلاقة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لأن مثل هذه العملية إذا توسعت سوف تكون إحراجا للطرفين على حد سوا طب الإشارة إلى مسألة وجود عملية برية وبالتالي هنا دكتور أسامة حدثني عن خسائر الجانبين كذلك هناك فكرة فكرة تطرح الآن أفكار تركية بالطبع هي مسألة تجنيد مسلحين سوريين معارضين للدخول في صفوف المواجهة أمام القوات الكردية دكتور أسامة يعني هذه فكرة موجودة؟ يعني استوعباتها دمشق السلفا بتالي هل هي موجودة الآن في ميدان القتال أو المعارك؟ نعم نعم أعتقد الحقيقة بأن هذا سوف يكون خطأا جديدا تركيا يعني إعادة تدوير مفردات لنقل سياسية وميدانية مستهلكة مجموعات إرهابية إعادة زجها في المشهد الميداني لن يعفي أنقرة من تبعات الاستنزاف ولا من الخسائر وإذا دخلوا إلى عمق يتحدثون عنه فسوف يكون الجيش التركي أيضا معرضا للاستنزاف هذا يذكر بالتصرف أو المقاربة الإسرائيلية أنه عندما حاولت أن تبعد المقاومة الفلسطينية عن حدودها أصبح جيشها هو من يعاني من الخسائر البشرية وهذا المشهد لن يختلف كثيرا بالنسبة لتركيا ولذلك لا بديل ولا يعني ليس هناك أي طريقة إلا بأن تكون هناك رؤية للأمن الجماعي بين جميع الأطراب هذا سوف يحقق الأمن لتركيا للعراق وسوريا وإيران أما إذا أصرت كل دولة على أن يحقق أمنها الذاتي لوحدها فسوف تستمر الصراعات في هذه المنطقة إلى ملانهين سوف يدفع لربما الشريحة الكردية في هذه الدول جميعها الأثمان إذا أصرت على أن تكون يعني تستخدم ضد أمن هذه الدول الواحدة المهم يا دكتور أسامة أن الرؤية هنا تكون رؤية مشتركة لكن بالعودة إلى مسألة خلوسي أكار وإشاراته وتصريحاته يا دكتور أسامة هو أشار خلوسي أكار وزير الدفاع التركي أشار الأهمية الالتزام بكل الاتفاقيات الفائتة والسابقة على ما يشير يا دكتور أسامة لأنه نفس هذه الكلمات ذكرت حين قامت تركيا بالقصف على الأراضي العراقية أيضا من أجل ما وصفهم هم أو هو بالإرهابي ولسا كذلك ما هي طبيعة هذه الاتفاقات وهل هي مستمرة طول العمر أردوغان تهم الجانب الروسي بأنه لم ينفذ أو حمله المسؤولية عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سوتي ولكن الحقيقة هذا اتهام غير دقيق أبدا لأن قسد ومن ينضوي تحت نطاق قسد أو تحت إطار قسد هم أصبحوا لنقل خيولهم في المربط الأمريكي لدى الأمريكان أصبح قرارهم مرهولا بالقرار الأمريكي وبالتالي لم يعد الروسي صاحب مواني بالتعبير العامي عليهم كما كان الوضع عندما تم إبرام هذه الاتفاقيات وبالتالي المشكلة الأساس هي تسببها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المجموعات قسد التي هي بدورها أيضا ترفض أن تعترف أو تقر بفشل هذا المشروع الانفصالي وأن تستعيد دور الجيش العربي السوري كضامن حقيقي قائم على أساس مبادئ الشرعية الأولية إذا كان الجيش العربي السوري هو الذي ينتشر في مواجهة التركي تصبح المواجهة مختلفة تماما تصبح مواجهة ما بين دولتين وجيشين وينتفي مشهد أو ذريعة الأدراك للقيام بعمليات ضد ما يطلقون عليه إرهابا يضرب الداخل التركي بغض النظر هناك من يقرأ في العمليات الأخيرة في مرسين وتقسيم على أنها لربما بدوافع انتخابية وهناك من يقرأ أنها لربما بإرادة من بعض أشهزة الاستخبارات التي تريد إعاقة حصول حل أو فضل اشتبال سوري تركي هناك من يقرأ بهذه الطريقة لأن مثل هذه العملية طبعا التركية إذا حدثت المخلب السيف أو توغل سوف يعيق مسار تحسن مفترض للعلاقة بين سوريا تركيا أو فضل اشتبال هنا طبعا الإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر باعتبار أن جهود التسوية تقودها روسيا والتالي لربما هماركة لفرنتييف تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه روسيا عن طريق الوضع في سوريا يعني تحاول الإضرار بروسيا عن طريق الوضع في سوريا أشكرك على كل هذه الإفادات شكرا جزيلا من دمشق عبر خدمة تسكيب دكتور أسامة ضنورة الكاتب والباحث في العلوم السياسية شرفتنا جدا على شاشة الغد عذر رئيس روسيا فلاديمي بوتين من تدعيات خطيرة حال فرض صقف على أسعار النفط الروسي قال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العرقي محمد شياع السوداني إن مثل هذه الإجراءات تتعارض تماما مع مبادئ العلاقات التجارية وسوف تؤدي على الأرجح إلى تدعيات خطيرة على سوق الطاقة في العالم حسب ما قال وفي وقتنا سابق تمكنوا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل تبني إجراءات تشمل القيامة بعمليات شراء مشتركة للغاز وذلك لتجنب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي برفع الأسعار كما قرروا التضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة الزاوية الأخرى في المقابل فشل وزراء الطاقة في الاتفاق على تحديد صقف لأسعار الغاز للحد من تدعيات أزمة الطاقة في أوروبا يجتمع الوزراء في النصف الأول من ديسمبر المقبل على أمل تجاوز هذه الخلافات إن تحديد صقف للسعر عند المستويات التي تقتريحها اللجنة ليس واقعيا لذلك فإن الحد الأقصى للسعر عند 275 يورو غير منطقي ولا يمكن لأحد أن يتحمل شراء الغاز بهذا السعر الباهظ لفترة طويلة نعتقد بالتأكيد أن الحد الأقصى للسعر الذي يقل عن 200 يورو أي بين 150 و 200 يورو سيكون أكثر واقعية يجب أن تكون ألية تصحيح سوق الغاز الأوروبية أكثر واقعية ويجب أن تساعد على خفض الأسعار لأننا نشتري بأعلى سعر في العالم لذلك يجب علينا تعديل هذه الألية الآن بينما لدينا احتياطي غاز قبل أن نجد أنفسنا في ورطة في الشتاء المقبل علينا حماية المواطنين من أزمة حقيقية ينضم لنا من باريس ضيفنا كمال ترابية ضحته في مركز جونيف لأدراسات السياسية أهلين أهلين يا سيد كمال بك على شاشتنا هذا الاجتماع في بروكسل الفشل سيد كمال أهلين إذا كان فشل الاجتماع ما هي الأسباب سيدي؟ يعني الواقع لا يمكن القول أن هذا الاجتماع كان ناجحاً لأنه لم يحتم الاتفاق على صقف تسعري لشراء الغاز الروسي هذا من ناحية من ناحية ثانية يجب أن ندرك أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية لكل دولة أوروبية على حدى فإن الاختلافات تظهر إلى العلن وسط تضارب الرؤى والمقاربات المتعددة يمكن لأوروبا كاتحاد أوروبي من 27 دولة أن تتفق على مبادئ عامة كالديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وعدم جواز مهاجمة دولة مستقلة إلى ما هنالك أما حين يتعلق الأمر بمصالح كل دولة بالمصالح الاقتصادية لكل دولة أي بأمن الطاقة أو أمن الغذاء فإن الخلافات تظهر لأن كل دولة تنظر عندها إلى مصالحها إلى مصالح شعبها بغض النظر عن مصالح المجموعة وهذا ما يحصل حالياً طيب هذه ضربة جذرية ربما لفكرة وجود تكتل أوروبي أو فكرة وجود اتحاد أوروبي أو فكرة وجود رؤية موحدة أوروبية ليس كذلك؟ صحيح 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 ليست الأولى الاتحاد الأوروبي يتعثر بمعنى منذ سنتين قال الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون أن الاتحاد الأوروبي بات في مشكلة حقيقية ويحتاجه إلى إصلاح حقيقي هذا الأمر صحيح أتت الحرب الروسية على أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا ليعيد اللحمة إلى الدول الأوروبية ولكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين بمصالحه الاقتصادية المتعارضة وأيضاً بعلاقاته الجيوسياسية أيضاً المختلفة مع هذا الطرف أو ذاك يمكن أن يشكل وحدة منسجمة أو كتلة كبيرة كما يسعى إلى ذلك تسعى بعض الدول وعلى رأسها إمانويل مكرون الذي حاول وفشل لغاية الآن في نقل أوروبا من أن تكون سوقاً للاستهلاك أو للتنسيق لتنسيق الإنتاج وتوحيد الأسعار إلى قوة اقتصادية إلى قوة سياسية إلى قوة دفاعية يمكن أن تجد لها مكاناً في صراع الكتل الكبرى أي روسيا من جهة والصين من جهة ثانية وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية هذا لا يمكن أن يحصل لحد الآن أنا أعتقد أن ما يحافظ على هذه الوحدة العشر بين دول الاتحاد الأوروبي حالياً هو الخوف أو الخوف من يعني الدب الروسي الذي المنقض على أوكرانيا والذي يهدد الدول الأوروبية أخرى في حال زوال هذا الخطر يصبح من اللازم وهذا ما يحاول هو بوضوح يا سيد كمال هو الخوف فعلاً إعادة النظر إعادة النظر بتنظيم دول الاتحاد الأوروبي بين عدة مجموعات على شكل يعني على شكل خريطة سياسية أو خريطة جغرافية مختلفة ومتدرجة هو أن هناك دول الجنوب هناك دول الشباد هناك دول شرق أوروبا هناك دول الوسط وليست مصالحها واحدة لكي تسير في إطار واحد أو تكون في خندق واحد يعني هذه الصيغة أثبتت فشلها لغاية الآن أقله في المجال الاقتصادي طيب أريد استثمار الوقت معك سيد كمال يعني بين مزدوجين وألطقت منك خيطاً في الحديث مسألة الخوف هل الخوف جل الخوف صراحةً سيد كمال وحضرتك في قلب أوروبا في باريس من الدب الروسي فقط أم أيضاً جل المخاوف من الشعوب لهذه الدول الأوروبية التي تقوم بمحاسبة المسؤولين بمحاسبة من هم على كراسي السلطة أو الحكم لأن الأسعار زادت يا سيدي التضخم في درجة مرتفعة لا مثيلة لها في فترات وعهود سابقة كذلك الشتاء أقبل يعني أوروبا الآن في شتاء مظلم كما يلقب فهل جل المخاوف من الروس فقط أم من المحاسبة فكرة المحاسبة كذلك لدينا اجتماع قادم سيد كمال في نصف الأول من ديسمبر ما هو المأمول منه وإذا بقي الأمر على حاله في الفاشل فمن المستفيد سيدي الخوف من روسيا هو خوف أمني خاصة من الدول شرق أوروبا الدول التي خضعت لاحتلال أو لحكم الاتحاد السوفيتي السابق أعني بولندا أعني رومانيا أعني تشيكيا أعني لاتفيا هذه الدول فعلا تشعروا بتهديد أمن حقيقي من جانب من جانب الجار العملاق أي روسيا أما حين يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية فهنا تنبت الخلافات وهنا تشتد الضغوط على أوروبا المشكلة في أوروبا أنها تحاول مواجهة يعني الابتزاز الروسي في مجال النفط وتحديدا الغاز ولكنها لا تمتلك لحد الآن بديلا كافيا عن الغاز الروسي يعني حاولت يعني الاستفادة أو زيادة ورداتها من الغاز الجزائري من الغاز القطري ولكن هذه الكميات ليست كافية ولا يمكن أن تحل بمكان محل الإمجاجات الروسية أقله في فصل الشتاء الرعين هناك بعض الدول الأوروبية التي تمتلك احتياطا لبأس به من الغاز يمكنها معه أن تمضي فصل الشتاء كفرنسا مثلا وهناك دول أخرى لا تمتلك مثل هذا الاحتياط عنيت بذلك ألمانيا عنيت إسبانيا عنيت أيضا دول مثل اليونان إلى ما هنالك هي بحاجة إلى الغاز إلى الغاز الروسي إذن في حال يعني تقرر فعلا وضع سقف لأسعار الغاز الروسي ماذا ستكون ردة فعل الرئيس فلاديمير بوتين هناك تخوف من أن يقفل الأنبوب وأن يمنع صادرات الغاز عن أوروبا بالكامل وبالتالي هناك من يقول لا يستطيع ذلك لأنه يحتاج إلى الأموال المتمأتة عن بيعه أوروبا غازا ونفطا ولكنه يرد على أن أسواق أسيا كالصين كالهند كالفلبين سنجافورا إلى ما هنالك هي بحاجة لهذا الغاز الوصولي ويمكن أن تشتفك لكن ممكن نستطلع الرد الروسي يا سيد كمال المهم أن ممكن نستطلع هذا الرد بالرد من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسألة النفط لأنه يعني هناك مساعي أوروبية وحضرتك أعلم مني بذلك الوضع حد للنفط ليس الغاز فقط أيضا النفط الروسي عند حد 60 دولار للبرميل الواحد هو الآن ربما تعدى التسعين يا سيد كمال ورئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض الأمر برمتي جملة وتفصيلة أليس كذلك؟ فبإمكاننا يعني استطلاع الأراءة الروسية هنا يعني يمكن نعم 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 يعني هامش المناورة بالنسبة للنفط للرئيس الروسي هي أقل من نسبة الغاز لأن أوروبا أو العالم يمكن أن يستورد نفطا من دول الخليج العربي من دول الأوبك من فنزولا إلى ما هنالك ولكن الغاز عمليا وإيصال الغاز إلى أوروبا تعرف اليوم أن الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر الأنابيب عبر عبر بينما إذا محتاج الأمر لشراء الغاز من دول بعيدة نسبيا أو لا تملك خط أنابيب موصل بأوروبا كالجزائر وكقطر وكدول أخرى فهذا يفترض نقل هذا الغاز كلفا عبر البواخر الشاحنات المحرية الضخمة وهذا يعني يرفع من أسعار النقل والتأمين إلى نسب عالية يعني تضغط فعلا على على الاقتصادات الأوروبية الحل المطلوب الآن الذي هناك اتجاه لإيجاد حل الحل فعلا هو التوصل إلى سعر معقول يمكن أن يقبل به بوتين ويواصل مدى أوروبا بالغاز وأن الجول المتضررة الأوروبية المتضررة الغير قادرة على تحمل هذا السقف من الأسعار يمكن أن تعود عليها الجول الأوروبية الأخرى التي تمتلك احتياطا كافيا من الغاز في مخازنها والتي تمتلك اقتصاديات اقتصاديات قوية ليس هناك من حل آخر على المدى المنظور ولا يمكن أن ننتظر أن تحصل معجزة في اجتماع 13 ديسمبر المقبل في بريكسل إن لم يتم التوصل إلى تسوية عمادها أولا إقناع الدول بتسديد السعر بالمستوى الذي تحدده المفوضية الأوروبية وإن كانت عاجزة فإن التعويض عليها سيتأتى من الدول الأوروبية القادرة وليس هناك من حل آخر كما أعتقد شكرا جزيلا سيد كمال ويقال هناك حل بخلاف مسألة الأسعار والاعتماد على الجانب التركي أو الأراضي التركية كوسيد بين الجانب الأوروبي والجانب الروسي سنرى ما ستقول له الأمور في الأيام المقبلة شكرا جزيلا كمال لطرابية الباحث وفي مركز جينيف لأدراسات السياسية شرفتنا شرفتنا جدا سيتكمل على شاشة الغد الحصاد مستمر معكم من الغد بعد الفصل تتابعين توركا جزيلا توركا جزيلا توركيلا يصطدم بشركتي أبل وجوجل في أول مواجهة تحت إدارة إيلون ماسك موسيقى 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 مجددا أهلا بكم في الحصاد لأن تذكر بالملفات والعنوين توركيا تتوعد شمالي سوريا بمزيد من الضربات وترفض دعوات وقف القتال موسيقى اتفاق بين وزراء طاقة الأوروبيين على إجراءة مشتركة لشراء الغاز وحسم سقف الأسعار المتعلقة بالغاز الشهر المقبل موسيقى ترحيبنا دولي بمشروع قرار أممي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجة إيران مجددا أهلا بكم رحبا لتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران كان مجلس حقوق الإنسان قرر إرسال بعثة دولية للتحقيق والنظر في أوضاع حقوق الإنسان في إيران كذلك العمل على جمع الدل على كل الانتهكات التي ارتكبت ضد المحتجين كما طلب هذا القرار السلطات الإيرانية بينها العنف تماما ضد المتظاهرين كذلك الكف عن استخدام السلاح ضدهم وفقا لمصادر موثوقة فإن عدد قتل الاحتجاجات في إيران تجاوز حتى هذه اللحظة أكثر من 300 شخص من بينهم 40 طفلا على الأقل كما اعتقل حوالي 14 ألف آخرين ورغم أن الحكومة الإيرانية أطلعتنا على التحقيقات الداخلية في وفاة مهزة أميني لكننا ما زلنا نشعر أن هذه التحقيقات فشلت في تلبية المعايير الدولية للنزاهة والاستقلالية والشفافية ينضم إلينا من القاهرة ضيفنا دكتور محمد أبو نور رئيس المنتدى العربي لتحقيق السياسات الإيرانية سعيد بالتواصل معك دكتور محمد عبر شاشة الغد السؤال الأول هل تسمح إيران بدخول هذه البعات الأممية أصلا يا دكتور من الأساس مساكم الله بكتور طبعا إيران لن تقبل إلا القبول بهذا القرار لسبب بسيط وهو أولا أنها ملتزمة وفقا لإقرارها بمواثيق الأمم المتحدة أن تسمح بمثل هذا الإجراء لا سيما وأن هذا التصويت تم بالأغلبية لأن مجلس حقوق الإنسانة تابع الأمم المتحدة مكاوم من 47 دولة في هذه الدورة 25 دولة قالوا نعم طبعا هناك تصويت بلا من 6 دول طبعا دول الصديقة لإيران مثل كوبا وفنزويلا وروسيا والصين لكن هذا لا يعني أن إيران لا تملك نظريا عدم منع الوفد لكن عمليا طبعا تملك هذا الإجراء وتملك أيضا أيهما أقرب لامتناع أو منع دخول هؤلاء هذه البعثة الأممية بروماتيا أم عرقلة المهام يعني يدخلوا لكن تعرقل من مهامهم توقع الشخصي أن إيران سوف تسمح لهذا الوفد بالدخول وسوف تسمح لهم بالتجول في أحياء معينة في طهران طبعا المظاهرات هي قليلة في طهران نوعا ما المظاهرات متركزة في الجيوب غير الفرسية على الحدود في زهدان في سنندج عاصمة محافظة كردستان وبالتالي الوضع في طهران نوعا ما مستقر اللهم إلا في بعض الجامعات التي يتظاهر فيها الطلاب من حين إلى آخر يمكن لإيران أن تسيطر على وضع في طهران وفي أصفهان وفي شيراز في القلب الفارسي من الدولة لكن على الحدود أعتقد أنها لن تسمح لهذا الوفد بالتجول بحرية في الحدود لكن أيضا إيران عودتنا على أمر مخالف وهي أنه لا يمكن توقع تصرفاتها وسلوكها في مثل هذا النوع من الأمور المستجدة لماذا؟ لأن قرارا مثل هذا لم يحدث بهذه الكافية منذ قبل في مظاهرات 2019 و17 و18 و2009 و99 وما إلى ذلك فبالتالي هذا هو أمر جديد في تحليل السياسات الإيرانية إيران الخبرة التاريخية مع إيران في مثل هذا الأمر أنها لم تتعرض له منذ قبل فبالتالي عندما تتعرض له هذه المرة بهذه الكافية فإن التصور تقريبا سوف يكون ضبابي لو قطع المرء بما الذي سوف يمكن أن يحدث طيب يا دكتور محمد هو بالعودة إلى مهمة البعثة أصلا هي المهمة رقم واحد هي جمع الأدلة فالأدلة ليست موجودة في العاصمة فقط في تهران أليس كذلك حضرتك أشرت منذ لحظات يعني إلى أن هناك جيوب هناك بلدات وقرى ومدن أخرى بجوار العاصمة كيف لهم أن يصلوا إليها من أجل جمع الأدلة يعني لأن المهمة رقم واحد للبعثة هو طبعا رقم واحد الدخول داخل السجون وتفتيش هذه السجون والبحث عن طبعا التقديرات الأممية تقول أن هناك 14 ألف معتقل في آخر شهرين فقط طبعا المظاهرات هل تتعرف أنها اندلعت يوم 16 سبتمبر طبعا التقدير الأممي يقول أن المعتقلين هم 16 ألف لكن تقدير المعارضة الإيرانية يقول أنهم 30 ألف معتقل طبعا نسب الوفاء أيضا متفاوتة ما بين 300 و650 ما بين الأرقام الأممية والأرقام المعارضة أيضا فيما تتعلق بالإعدامات هناك أرقام تتعلق بسبعة إعدامات هذا أتحدث عن فقط الإعدامات أو الاعتقالات أو الوفيات الخاصة فقط بهذه المظاهرات ليس بأمور أخرى وبالتالي المهمة الأممية سوف تكون في منطقة صعوبة لماذا لأن إيران فيها تقريبا أكثر من 40 سجن موزعة على كل المحافظات الإيرانية أشهر طبعا السجون الموجودة في إيران سجن إيفين طبعا على سبيل التحديد وهذا السجن الموجود فيه المسجونون السياسيون لو تمكن الوفد الأممي من الذهاب إلى هذا السجن والإطلاع على السجن الخاص بآخر شهرين قد يصل إلى معلومة أولية تصل إلى بداية الخيط فيما تعلق بهذه الحقائق الميدانية لماذا؟ لأن الحقيقة التامة تغيب بسبب سلوك إيران ودعني أستاذ محمد في عجلة سريعة أشرح السبب الذي دعا هذه اللجنة الأممية إلى أن تتخذ مثل هذا القرار لو كانت هناك شفافية في الإعلام الإيراني ولو أن إيران لم تتخذ ستائر حديدية من الحجب الإعلامي والحجب المتعلق بالمعلومات والحقائق لما تشكلت هذه اللجنة لذلك السبب هو إيران لو إيران تفصح بالسمرار عن الحقائق المتعلقة بالتحركات في الشوارع وأعداد المتظاهرين والاعتقالات وما إلى ذلك لم نكن لنلجأ إلى مثل هذا الإجراء الأممي لذلك أعتقد أن هذه اللجنة لو ذهبت إلى إيران هي صعبة أي دولة لا تقوم بهذا الأمر حتى باريس عندما كانت هناك مسألة السطرات الصفراء هل علم أحد أعداد الناس أو من قاموا باعتقالهم حتى في داخل أوروبا الأمر صعب لكن ملف حقوق الإنسانية دكتور محمد وحضرتك أعلى مني ليس بجديد السؤال هنا هل ممكن لتهران المساومة على هذا الملف في مقابل ملفات أخرى تتعلق بالغاز تتعلق بالمحادثات النووية تتعلق بحتى صفقات المسايرات لبعض الدول يا دكتور هل ممكن يعني مصبوط لكن دعني بس يعني أوضح أمر في منطهة البساطة مشكلة إيران ماذا أسوة محمد أنه لا يوجد أدنى معارضة داخلية يعني لا يوجد في داخل إيران معارضة يمكن أن يكون هناك صوت غير صوت الدولة طبعا ملف حقوق الإنسان دوليا يستخدم الأغراض السياسية هذا يعرفه أي طالب في الصف الأول الابتدائي لا خلاف على ذلك لكن لكن فيما تعلق بإيران أنه لا يوجد صوت داخلي صحافة داخلية على الأقل لديها لحد الأدنى من الحرية في قول رواية غير رواية النظام لذلك يلجأ الناس إلى المنظمات الأممية هل يمكن لإيران سؤال حذك في منتهى الأهمية هل يمكن لإيران المساومة بهذا الملف أو المقايد عليه بملفات أخرى الإجابة طبعا نعم لأن إيران في منتهى الاحترافية في مثل هذا الأمر ودعني أذكرك بأن إيران لم تفرج عن بعض المعتقلين الإنجليز والأمريكان إلا بعد اندلاع هذه المظاهرات يعني هناك يعني محتجزون أمريكان وبريطانيين وأوروبيين حتى لم تفرج عنهم كانوا طبعا معتقلين منذ سنوات طويلة لم تفرج عنهم إيران إلا بعد نشوب هذه المظاهرات للمساومة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا على ملفات أخرى سياسية واقتصادية وما إلى ذلك فسؤال حذك في منتهى الأهمية وإيران قدر على ذلك بكل تأكيد شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة دكتور محمد أبو نور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية شرفتنا دكتور على شاشة الغد أثارت خطط مالك تويتر إيلو ماسك لتطوير شركته المخاوفة من فتح باب للصراع بين تويتر مع اثنتين من كبرى شركات تكنولوجيا وهما أبل و جوجل تعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد رؤية ماسك لتويتر التي تهدف إلى زيادة الإيرادات التي تجنيها الشركة من خلال الاشتراكات هو احتمال أن تنتهك تغييراته أو تعليماته تعليمات شركة أبل أو جوجل وتتعلق شكوى إيلو ماسك حول نسبة الخمسة عشر بالمئة إلى ثلاثين بالمئة من المدفوعات التي تحصل عليها أبل و جوجل من عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات والتي يمكن أن تستهلك من الإيرادات التي تحتاجها تويتر أصلا يسع إيلو ماسك لفرضها في اشتركات خدمة تويتر بلو والتي حددها بثمانية دولارات شهريا نضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن سيد مايكل سيكستون الخبير وفي شؤون مواقع التواصل الاجتماعي أهلين يا سيد مايكل بك على شاشتنا الغد أولا هل نحن أمام لغة تحدي بين الكبار الكبار أبل جوجل وتويتر سيدي دعني أقول أن الأمر لا يكون بشكل تحدي ولكن الأمر يتعلق بأنها سلسلة من التطبيقات مثل الفيسبوك فجوجل على سبيل المثال لم يكن لديها عبر التاريخ خبرات كبيرة لإطلاق لإطلاق تطبيقات خاصة بتطبيقات تخص الميديا ولكن ده الذي أقوله وهو أن أبل وجوجل وفقا للتطبيقات الخاصة بهم فهم يحصلون على عائدات كبيرة جدا عن طريق استخدام التطبيقات عبر الستور هذه نقطة الفصلية سيد مايكل يعني حتى ما جاء في متن الخبر مسألة 15% إلى 30% أليست نسبة كبيرة سيد مايكل؟ بالتالي رؤية إيلون ماسك في هذا الأمر قد تبدو منطقية سيدي؟ 30% من ماذا؟ سيد مايكل تسمعوني؟ من المدفوعات التي تحصل عليها أبل وجوجل من عمليات الشراء التي تتم داخل هذه التطبيقات؟ تمام أعتقد أن هذه المعايير هي موجودة في تلك التطبيقات وإن لديها العديد من السمات التي تميزها وذلك لأن أبل على سبيل المثال تتطلب أن يكون هناك بعض العائدات من المستخدمين وذلك فإن هذا شيء يجعل وضع القرارات والقوانين في الولايات المتحدة الأمريكية يصدرون بعض القوانين التي تنظم أخذ عائد من المستخدمين فيما يخص أبل وجوجل لكي لا يتم السيطرة على السوق من قبلهم طيب نقطة أخرى سيد مايكل معك على الهواء مسألة خدمة التوثيق تويتر بلو أو العلمة الجرقاء أو خدمة التوثيق على الحسابات ثمانية دولارات أولا هل هذا القرار بات أمرا واقعيا الآن؟ أما ليس عليه خلافة أصلا في داخل تويتر؟ أم هي رؤية إيلون ماسك بمفرده؟ والأمر لن يصح في تطبيقه؟ أعتقد أن هذا هو قرار إيلون ماسك فقط أما بالنسبة للشركة نفسها أعتقد أن هناك اختلافات إذا ما كان هذا القرار سيتم تطبيقه أم لا لكن بشكل خاص أنا لا أعتقد أن هناك أي فائدة من استخدام قرار كهذا ودفا سمانية دولار مقابل الاشتراك أظن أن هذا من وحي وخيال إيلون ماسك لكي يستطيع أن يزيد من الدخل الذي قل من كل الإعلانات طيب يعني إذا كان الأمر هكذا دعنا نلقي نظرة على أفكار إيلون ماسك رؤية إيلون ماسك في تطوير إن صحت الكلمة منصة تويتر هل عليها علامات؟ حضرتك خبير في شؤون المواقع الاجتماعية أو مواقع التواصل إلى أي درجة هو يذهب بمنصة تويتر إلى منطقة أفخ أعلى أقيم؟ أم المنصة برمتها سيد مايك تسقط في الهاوية؟ أعتقد أن المنصة هي في خطر داهم أن الذي أعتقده هو أنها في خطر داهم وذلك ظهر من الأسبوع الماضية فإن طريقته في أخذ القرارات ومثل على سبيل المثال فرض 800 دولارات من أجل الاشتراك جعل الأمر سهل جدا بالنسبة للأشخاص والسياسيين أن يعملوا بشكل ضد هذه الشركة ويراجعون دفع 80 دولارات هذا بالفعل قرار قد يؤدي إلى الشركة إلى الهاوية وأعتقد أن ماسك يحاول أن يجعل من تويتر مجالا لمشر المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أنه من المهمة أن أعتبر أنه الآن لا تعتبر شبكة اجتماعية ولكنه يحاول أن يستغل هذه الشبكة والمنصة قدر المستطاع من أجل الحصول على الإرادات إيلون ماسك سيد مايكل لم يعود أحد على الخسارة ليس كذلك هو ملياردير عالمي لديه العديد من النجاحات في كبرى الشركات في العالم فكيف له السقوط في بئر الهاوية إن صحت الكلمة كذلك نقطة في غاية الخطورة مسألة الانسحابات بالجملة يعني نصف العاملين في تويتر تم تسرحهم أو ربما هم بأنفسهم قدموا الاستقال وهناك بعض المديرين وبعض المتمركزين في الشبكة أو هذه المنصة منذ أعوام هل ينجح إيلون ماسك في رؤيته؟ هل يخفق وبالتالي تكون أول سقطة نذكرها له في الدنيا سيد مايكل؟ أنا أعتقد أنه لن ينجح أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذه بالاستحواج على تويتر كان بمثابة الكارثة بالنسبة لي الكثير من من يعملون في الشركة وبعد أن وقع على هذه الاتفاقية وهذه الصفقة قد سرح العديد من العمال وهذا يعني أنه ليس لدي خبرة في إدارة منص التواصل الاجتماعي لذلك فكلة خبرة جعل الكثير يفرون من العمل في الشركة وأعتقد أن هناك شيء جيد فعله رئيس التنفيذي للشركة بأنه قد استقال وأعتقد أن الكثير سيحدث ربما سيتحول الأمر لكن ما الذي لدينا الآن والذي نراه الآن لا ليس هناك أي مؤشرات تقول أنها ستكون منصة مختلفة حتى مع كل هذه الاستقالات العصور ما زال يغرد سيده شكرا جزيلا مايكل سيكستون الخبير في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي شرفتنا على شاشة الغد شكرا جزيلا كتم الحصات تذكر بالملفات والعنوين تركيا تتوعد شمالي سوريا بمزيد من الضربات وطر فضو دعوات وقف القتال اتفاق بين وزراء طاقة الأوروبيين على إجراءة مشتركة لإشراء الغاز وحسم سقف أسعار الغاز الشهر المقبل ترحيب دولي بمشروع قرار أممي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجة إيران دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة